بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد رحمد من قناة فيكراس طبعا كلنا قبلتنا مشكلة الحفاظ على حالة المصابيح وكمان زهرها في المفاتيح في الموبايل باستخدام برنامج روموت XY إن شاء الله في درس النهاردة هنوضح إزاي نقدر ندمج مكتبة الإبروم مع برنامج روموت XY علشان نقدر نرجع المصابيح لحالتها وكمان زي ما موضح أمامكم هنرجع حالة المفاتيح اللي موجودة معنا في الهاتف يعني هيظهر لنا المصباح اللي شغال في الهاتف إنه شغال والمصباح اللي مفصول إنه مفصول زي ما موضح أمامكم بعد فصل الكهرباء وعودتها أو بعد فقد الاتصال بعودته تاني وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بان أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع GLCB طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا وعد جربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بتظهر ليك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا سوف تشاهد الصورة بحجم أوضح تحملها وتكبرها وبعد كده سيفتو كارد بعد كده بتخلص رفع التصميم الخاص بك وبعد كده تشيك أوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحنة وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك في قرب وقت ان شاء الله نبدأ على بركة الله وهو طبعا بنفتح موقع رموت اكس واي تمام رموت اكس واي دوتكم ونذهب الى ادتور ونظيف مفتاحي ونختار نوع البن اختار نوع المفتاح نختار نوع الوائفاي ونشتغل مثلا على النوات المسيو ونختار نوع الوائفاي ونختار المدول اس بي 2.866 نقوم بعمل الصفت الذي نشتغل على البرمجة نظهر المفتاح أضع الـ 0 الـ 2 أضع الـ 2 أو 1 الـ 3 أضع الـ 2 الـ 4 أضع الـ 5 أضع الـ 3 أو 4 لأنه كما وضحنا في الدرس يمكن أن يكون معنا مشاكل في البربكة تختار شكل المفاتيح كما تريد تحدد الشكل تختار الشكل الذي تريده نحدد اسم الشبكة نضع الـ Access Point و الـ Password من 1 إلى 8 و الـ Port أو المنفذ 6377 نستطيع أن نحدد بصورة البرنامج مسانا 1 2 3 4 تستطيع أن تكتب أي رقم أنت أحبه نضع الـ D0 و الـ D1 و الـ D5 و الـ D2 نضع الـ 4 مفاتيح معنا بعد ذلك نضع الـ 4 مفاتيح نضع الـ Code نضع الـ Code نضع الـ Copy لتحضر حالة المفاتيح نذهب إلى البرمج و نفتح برنامج الـ Arduino و نفتح ملف جديد و نبدأ برمج نفتح برنامج الـ Code و نقوم برنامج الـ Code و نقوم برنامج الـ Code و و لذلك نضع ومن آخر لتقوم بإمكاني نعرف إنذا سنضيف المكتبة الخاصة بالإبروم ونفتح أكبر من و أصغر من ونكتب فيها إبروم.H لنضيف مكتبة الإبروم لنعرف الأردوين وأن نستخدم ذاكره الإبروم لنستخدم نود MSU يجب أن نكتب في الـ إبروم.Begain ونفتح كوس ونكتب فيه ألف أربعة عشر كما قضحت أنا بفضل استخدم الرقم حسب المساحة التي تريد أن تستخدمها ونذهب إلى اللوب ونفضل المساحة لكي أكتب فيها ونضيف مكتبة الإبروم في الزكرة الدائمة أو الزكرة السبتة نحن نحتاج إلى برنامج روموت XY ونحن نضيف المكتبة الإبروم لن تشتغل برنامج روموت XY لن تشتغل برنامج روموت XY يرجع لحالة المفاتيح حسب برنامج روموت XY ونحن نضيف حالة المفاتيح ونحن نضيف حالة المفاتيح ونحن نضيف حالة البنات وهي أهم نقطة مع استخدام برنامج روموت XY تمام؟ فأنا أضيف هنا وأقول له اضيف حالة المفاتيح اضيف حالة المفاتيح اضيف الفيديو ونحن نضيف حالة المفاتيح فأحدد المكان بإعتماد المفاتيح واحدة المفاتيح سأضع كما هي كوبي وأقفل القوص ستكتب في المكان 100 ستكتب في المكان 100 ستكتب في الحلقة التي جاءت لك سواء كانت 0 أو 1 في المكان 100 سأضع كوبي و بيست وبعد ذلك سأغير ستغير ستغير سويتش 2 ستغير سويتش 3 ستغير سويتش 4 ستغير ستغير سأضع كوبي ستغير 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 سبب ستغير ساتغير ستغير ستغير أماكن في الإبرة ستغير كل أمري مكان 100 ستغير بشكل متسلسل وحاولين الامكام الى المكان الرقمية عن اللي هتقرأه فى المكان الرقم 100 اللي من موالك حالة السويتش رقم 1 هتنفذه على السويتش رقم 1 واخدها و اقوم بسطا عشان نوفر الوقت واخلي سويتش رقم 2 وبعدين السويتش رقم 3 وبعدين سويتش رقم 4 واعدل الاماكن 101 و 102 و 103 تمام اماكن الابروم التي هنسجل فيها فيها فكرة بيعمل الرقم للإبروم لكي أستخدم نود MSU في نقطة مهمة هنا نضيف النقطة تحت فصلة بعد كل أمر سأكتب ابروم.comit يجب أن نكتب ابروم.comit بعد كل أمر ونستخدم نود MSU أو أي حاجة من عائلات ASP سواء كانت ASP 1 أو ASP 12 أو ASP 32 يجب أن نكتب بعد كل أمر تمام تمام كده ننتهي من الكود سأحدد نوع البرد الذي نشغل بها نشغل بنود MSU والمنفذ هنوصل إلى اللوحة الأردون أو اللوحة النود ونقفل التولز ونفتحها ثاني سأجب لنا البرد رقم 13 وهي وصلت فعلا في البرد رقم 13 أو في المنفذ رقم 13 وهنرفع الكود هنطلب مني أن نصيف الكود أو أحفظ الكود سأحفظه في أي مكان سأسمي بأي اسم إبروم مثلا سأنتظر ثواني سأقوم بإختبار الكود ثم سأقوم بإختبار الكود سأقوم بإختبار الكود سأقوم بإختبار الكود المشكلة سأقوم بإختبار الكود الآن سأستخدم الإبروم ونستخدم الإبروم ونستخدم الإبروم وإن شاء الله لو حلنا المشكلة سأقوم بإختبار الكود سأستخدم الإبروم لأن الإبروم أفضل من الإبروم لأنها لا تكتب على طول على الزاكرة السابتة فتحجز معنا رقم من المئة ألف رقم تكرار التسجيل والمسح على الزاكرة هذا الكود الذي نتعامل سأقوم بإختبار الكود سأقوم بإختبار الكود ونستخدم الإبروم سأقوم بحفظ الحالة الخاصة بالإرشيب سأقوم بإختبار الكود بإختبار الكود صغيرا لن أخير من الإستخدام الأرضي ويوجد المشيء في ند ميسيو سوف أحدد ند ميسيو ند ميسيو ونعن ميسيو سوف احدد المنفذ الرقم 13 سوف يروح الكود وانتظر لتقوم بقتل رفع لا بد من الحلو مغلق ها ندري اللوحة سوف اجب الناتجة ركبت أربع من أربع LED في الدرس اللي فات ركبتهم في النود MSU ووصل ثلاثة وثلاثة من عشر فولت في الموجب ووصل الاتجام في الموجب السلب ووصلت السلب وشتغلت معنا كده النود MSU ورجعت لحالة البنات اللي كنت سيبها عليها آخر مرة سأذهب إلى برنامج روموت XY سأقوم بإضافة لدي مشكلة في البرنامج بخصوص التليفون ليس موجودة معي في التليفون الثاني ليس موجودة في المشكلة في الإضافة تبقى القادم المفروف في الاتجاه الثاني وسأذهب إلى الأول سأقوم بعمل الاتصال على الشبكة الخاصة بروموت XY ووضحنا لأننا نشغل على الكود على النود MSU كأكسس بوينت سأقوم بعمل الاتصال مع الروموت XY سأنتظر عندما يأتي لي متصل أو تم التوصيل وأرجع إلى برنامج روموت XY وهي روموت XY وهي اللي ظهرت معي سأقوم بعمل الاتصال عليها سيطلب مني الباسورد واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة كما عملنا في الكود سأقوم بعمل الباسورد اللي انت حبه وطبعا مش هسجل الباسورد لكي خطر أنا في الدروس لازم أوضح المقطعي عشان الناس تفهمها تمام هنا حالة المفاتيح معنا زي المواضح الشغال معمول ON تمام سأقوم بعمل مفتاحين ثانيين مثلا هذا رقم واحد ورقم ثلاثة او رقم اثنين ورقم اربعة لحسب ترتبهم طبعا مش واضح معها في التليفون وفصلت اللوحة وشغلتها ثاني رجعت البنات لحالتها نعمل اتصال بالبرنامج ونكتب الباسورد ونشوف هالم مفاتيحية كمان على حالتها واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة اوكي المفاتيحية كمان رجعت معها حالتها زي ما واضح امامكم الاثنين اللي كانوا شغالين شغالين والاثنين اللي كانوا مفصلين مفصلين تقدر التجرب اكتر من مرة وتعمل الكود بتاعك وان شاء الله في الدرس الجاي هنوضح دائرة خاصة بالاسمارت هوم الخمسة شار امر هنوضحها طبعا على برنامج راموت اكس واي وهنسب لكم الكود اسفل في فيديو وهنوضح لكم شرح ومفصل على طريق التجميع البوردة وتوصلها وشرح مفصل كده للكود عشان تقدروا تنفزوه وكده ان شاء الله نكون وصلنا على نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكونوا وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو اجابكم الفيديو هتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة